أقول للحمقى من هذا المكان أنتم بحسن نية أو بسوء نية تبرئون العدو من التزامه بالراتب قد التزام بالراتب وأنتم تأتي وتبرئوه تقولوا لا نريد الراتب من عندك يبدو أن الفصل الأخير من السيناريو المأساوي للشراكة القائمة على سفك دماء اليمنيين وتدمير مدنهم قد بدأ بعد تسع سنوات من تحالف حزب المؤتمر وميليشيا الحوثي الذي جلب كل هذا الخراب في البلاد القيادي في الميليشيا محمد الحوثي كتب على صفحته في منصة X موجهاً وزارة المالية ومكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والنائب العام ببيع مقارات وممتلكات حزب المؤتمر أو النظام السابق كما قال خطوة فاسترها مراقبون بأنها جاءت رداً على كلمة رئيس حزب المؤتمر في صمعاء صادق أمين أبو راس التي أكد فيها حق الناس بالمطالبة بمرتباتهم المرتبات أو الحقوق عبارات باتت تستفز الميليشيا وتثير حفيظتها وسخطها خصوصاً في الأوينة الأخيرة لم يشفع للرجل ابتهاله لزعيم الميليشيا أو تسخير حزب المؤتمر وكوادره وقياداته منذ بدء الانقلاب في خدمة مشروع رجل الكهف بحسب مصادر فإن ميليشيا الحوثي تستعيد للإطاحة بقيادات حزب المؤتمر التي لا تزال تشغل بعض المناصب في حكومة الميليشيا ضربات قاتلة تلقها حزب المؤتمر منذ مقتل زعيم الحزب على يد الميليشيا غير أن جناع حزب المؤتمر في صنعاء استمر طيلة سنوات الحرب في مواصلة تحالفه مع الميليشيا ورغم ذلك يبدو أن ميليشيا الحوثي قررت إنهاء مرحلة الشراكة الصورية لتمضي اليوم في محوي كيانه من الوجود يثير هذا تطور تساؤلات حول ما إذا كان أعضاء حزب المؤتمر قد أدركوا بشكل كامل فداحة شراكتهم مع ميليشيا الحوثي أم أنهم لا يزالون مسكونين بعداوة ثورة الحادي عشر من فبراير التي لا تزال خصم المؤتمر ونقطة يلتقي فيها شركة الانقلاب في مختلف محطات الصراع المستمر